تريد إقناع المسلمين وغير المسلمين أن محمد كان جحمة كان قطعة من الجحيم قطعة ضمن النار لم يكن رحمة كيف قال؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وقال وين هذا؟ وين هذا؟ من أين أديتم به؟ علماء الإسلام أنفسهم الشيخ الألباني طبعا ضعفوا هذا قالوا هذا معضل منقطع غير صحيح شاء الله هالذكاء ويظن أننا لا نعلم هذا يعني نعلم هذا مذ كنا صغارا في الابتدائية والإعدادية ومذ قرأنا تخرجية العلامة الألبانية رحمة الله تعالى عليه على فق السير للشيخ الغزالي الكل يعلم هذا ولكن ما لا تعلمه أنت وأمثالك أنهما هكذا تورد الإبل لو كان لديك الحد الأدنى واحد في المئة ما الحس التاريخي ما الحس النخد التاريخي لكان عليك أن تباشر معالجة مسألتين المسألة الأولى ذكرتها وأشرت إليها لفتت إليها في الخطبة السابقة لماذا ضحايا نقول سرعة قتلة مش هنميز نقول شهداء وقتلة خلص قتلة ضحايا سرعة كل حروب النبي في أعلى التقدير على الإطلاق لم يزيدوا على 1500 زهاء 63 حربا لماذا؟ لماذا؟ هذا رقم لا شيء هذا لا شيء في تاريخ الحروب وفي تاريخ الدعوات وتأسيس المدنيات والأم والحضرات لا شيء هذا عدم على أنه رقم غير دقيق بالمرة وغير علمي هذا الرقم يدور حول 500 وأقل بالتحقيق العلمي هذه صنعتنا لكن ما علينا سلمنا لك بـ 1500 أنت لم تجيب عن هذا وهذا الرقم بذاته وحده كاف أن يثبت أن محمدا كان رحمة لم يكن دمويا لم يكن متعطشا للدماء أبدا هذا واحد الشيء الثاني الحد الأدنى من حس النقد التاريخي عليه أن يباشر أيها الإخوة جواب سؤال أو مسألة هي المسألة الثانية محمد لم يصح عنه كما قال علم الألباني وغير الألباني رحمة الله عليهم أجمعين أنه قال اذهبوا فأنتموا الطلاقاء جميل جدا بس الذي صح عند الجميع أن محمدا أتى إلى مكة بعشرة آلاف مقاتل في كل كتب السيار عشرة آلاف هو هزم المكيين أيها الإخوة في بدر بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وهم كانوا أكثر من ألف وثلاثمائة تقريبا والآن عشرة آلاف ما في إمكانية للمواجهة بالمطلق عشرة آلاف هي التي أطلقت لسان أحد الصحابة بالقول اليوم يوم الملحمة ولسان آخر بالقول لا قريش بعد اليوم طبعا وستفنى قريش في ربع ساعة عشرة آلاف يذبحون كل شيء على طريقة سفر التثنية اقتل الرجال والنساء والصغار والحمير والبغال التحريم اسمه مصطلح التحريم في التوراة على الطريقة هذه بمنطقة سفر التثنية لا يبقى أحد السؤال كم عدد الألوف التي ذبحت ما فيه وين أنهار الدماء التي جرت وسالت ما فيه إذن بالحس التاريخي من غير أسانيد وألباني وضعيف ومنقطع ومعضل ولا يستند واضح أن محمدا عفا عنهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أو لم يقولها عفا عنهم واضح يا مؤرخ يا من تتكلم في التاريخ هكذا يدرس التاريخ هكذا نتلقى التاريخ وسائل هذا الرجل وأمثاله وسائل هذا الرجل وأمثاله على أنه إن أراد أن نتصارع بمنطق الأسانيد وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا فمنطق الأسانيد لن يخذوا لنا هذه المرة أيضا فقط صح والحديث في مسلم والحديث عند البيهقي والحديث عند الطبراني ورجاله ورجاله الصحيح كما قال في مجمع الزوائد نور الدين الهيثمي وغيرهم وغيرهم والألباني صححه طبعا لأنه في مسلم الألباني لم يمنعه إلا أن يصححه حين عثرت خيالة رسول الله على الثلاثة الكبار الذين خرجوا يستطلعون الأخبار أخبار الكارثة الوشيكة أخبار ألوف النيران يرونها في الليل ما هذه النيران جيش يقدم إلى مكة ليفتحها يا يا لله ولمكة يا لله ولمكة وأخذتهم خيالة رسول الله أخذت أبا سفيان بديل ابن ورقاء حكيم ابن حزام وأتوا بثلاثتهم إلى رسول الله فحادثهم عامة الليل فانشرحت صدرهم بالإسلام وأسلموا وكان أبو سفيان آخرهم إسلاما ثم طلب الأمان الحديث صحيح أبو سفيان دعني من أنتم الطلقاء قطعا قالها وقالها ربما بشكل أجمل من هذا كمان قالها وفعلها لم يقولها فعلها يعجبك هذا قال الأمانة يا رسول الله يطلب الأمان الأمانة يا رسول الله قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن عند مسلم بدل من دخل المسجد فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن لا تقاتل أنت آمن لن نحرمك على طريقة سفر التثلية لن نحرمك لن نذبحك أنت آمن قلت لكم مئة مرة هذا الذي هزه وجدانات كثير المستشرقين واشنغتن إيرفنغ وغيره قال لو لم يكن فيه علامة إلا هذه لكان التكفي لتدول على أنه نبي من عند الله هذا العفو لا يقدر عليه إلا الأنبياء والرسول البشر العديدين لا يقدرون عليه فعلا عشر آلاف هنا يعلمنا أيها الإخوة علماء النفس في الغرب الأوروب والأمريكي حدثتكم بهذا مرة أنك حين تحمل فقط المسدس أو الطبنجة أو الخرطوش فضلا عن الرشاشات تصبح مباشرة تعود لا ترى الدنيا إلا من خال فوهة السلاح ما رأيكم؟ طبعا لذلك أنا أقول لكم السلاح في أيضا شخصيات ضعيفة شخصيات مهزوزة شخصيات لم تعلم معنى الله أكبر لم تضبط الغرزي الوحشي البهيمي فيها خطير جدا 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 يمكن أن يذبح به ليس فقط القبط البريء والمسلم البريء وغير المسلم البريء والعالم وأن يذبح بعضنا بعضا فيه كما تفعل داعش ويصفي بعضها بعضا يصفي بعضها بعضا عمستوى القيادات وعمستوى القاعدة شيء مخيف مرعب لكن عشرة آلاف والسلاح كتيبة حين مرت أبو سفيان رعب منها مر بانو سليم ما هؤلاء عباس قال ما ليه ولبانو سليم ما ليه ولمزينة قال من هؤلاء لا يرى منهم إلا الحدق عليهم الدرق والطروس ولا يرى منهم إلا حدق العيون قال هؤلاء المهاجون والأنصار على رأسهم رسول الله رعب أبو سفيان شيء مرعب ومع ذلك لا اليوم يوم المرحمة اليوم تكسى الكعبة حقا لقد فعلها وأطلقهم قالها أو لم يقولها لكنه فعلها صلى الله عليه هذا قدوتي وهذا حبيبي الله أكبر الله أكبر يا رسول الله لقد فعلتها حين لا يمكن تقريبا لغيرك أن يفعلها إلا ما شاء الله وأين هم لن أقول قليل ما هم أين هم أصلا فقال من دخل دار دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن أي الحرام ومن أغلق عليه بابه فهو آمن طب من غير الآمن الذي يريد أن يناطح السحاب الذي يريد أن ينال الشمس بيده وأن يطفعها بنفخة من فيه المغرور الغافي الذي يخرج بزيفي ولمحي يريد أن يقاتل عشرة آلاف طبعا سيذبح ولكنهم لم يفعلوا بعضهم هرب واستؤمي له فأمانه الرسول وعاد كعكرمة وأهل وسهلا بك أخا في هذا الدين ما في ثأر ما في انتقام ما في أحقال يا إخواني في صفاء هذا صفاء النبوة هذا صفاء الرسالة هذه عظمة الرسالة هذه كانت تعريجة سريع إخواني وأخواتي ترجمة نانسي قنقر